السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذه الحلقة سوف نتعرف على طريقة تغيير الرقم الخاص بحسابك على التليغرام بدون فقدان البيانات الخاص بك وكذلك جميع البيانات وكذلك الوسائط وكغيرها من التفاصيل المتعلقة بالحساب إذا كان يهمك الأمر فتابع معي الشرح في البداية سوف نقوم بالدخول إلى التطبيق الخاص بالتليغرام الخاص بنا بهذا الشكل بعد ذلك سوف تظهر لك الحساب الخاص بك بهذا الشكل نقوم بالنقل على هذا الخيار هذه الأشريطة الثلاث متوجدة في الأعلى ثم نختار هنا الإعدادات بعد اختيارك للإعدادات سوف يظهر لك هنا الحساب نقوم بالنقل عليه بهذا الشكل وهنا سوف يطيق تغيير الرقم سوف نقوم بقراءة هذه التفاصيل يمكنك تغيير رقم التليغرام الخاص بك هنا سيتم نقل حسابك وجميع البيانات التي في حساب التليغرام بما في الرسائل والوسائط وجهة الاتصال وغيرها إلى الرقم الجديد يعني إخواني الكرام هنا يقول لك بأن جميع البيانات سيتم نقلها من الرقم القديم إلى الرقم الجديد من بين هذه الأشياء التي سيتم نقلها البيانات الخاصة بك هناك الرسائل كذلك الوسائل يعني كل ما يتعلق بالصور وديوهات وكذلك الفيديوهات وكذلك جهة الاتصال الخاص بك يعني من ارقام هواتف وغيرته الى الرقم الجديد هنا سوف نقوم بالنقل على التغيير سوف يضع لك هذا الشريط الازرق وهنا سوف يضع لك الرقم الخاص بك هنا يقول لك تغيير الرقم سيحصل المستخدمون على الرقم الجديد في حالة وجود وجوده في أجهات اتصادهم أو في حالا كانت الإعدادات الخصوصية تسمح لهم برؤية ويمكنك تغيير ذلك في الإعدادات الخصوصية والأمان والرقم الهاتف ماذا يقصدون بهذه الرسالة يعني إذا كنت تريد إذا كنت تريد أن تقوم بتغيير الرقم فبالنسبة للمستخدمين الجدد بالنسبة للمستخدمين الجدد في حالة وجدوا جهة الاتصال أو حالة إن كانت إعدادات الخصوصية تسمح لهم إذا كان صح التعبير إذا كان الرقم الخاص يظهر للآخرين فربما يمكن أن يتم رؤية الحساب الخاص بك وغيرها من التفاصيل هنا تقوم بالنقل على التغيير وتوضيف هنا الرقم على سبيل المثال سوف أضيف هذا الرقم هذا هو الرقم الخاص بنا الجديد بعد أن تقوم بإضافة الرقم تقوم بالنقل على هذه العلامة المتواجدة في الأعلى يعني إضافة الرقم أنا لن أقوم بهذه الأمر فقط أشرح لكم كيفية تغيير الرقم الهاتف الخاص بكم على التليجرام بدون فقدان البيانات الخاص بكم فيما يخص الرسائل وسائط فيديوهات وكذلك الصور وكذلك أجهة الاتصال الخاصة بك هذه الحلقة كانت حلقتنا الخاصة بهذا اليوم أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نعجبكم لا تنسوا دائما دعمنا بالنقل على زر لايك للفيديو الاشتراك في القناة شكرا لكم على المتابعة إلى حلقات قادمة بحول الله مباشرة بعد النقل على الموافقة لاستبدال الرقم القادم بالرقم الجديد من خلال النقل على علامة صح المتواجدة في الأعلى سوف تقوم بإرسال لك التليجرام رسالة أو رمز التحقق عبر الرقم الجديد كل ما عليك فعله هو أن تقوم بوضع هذا الكود أو الرمز الذي سوف تقوم بإرساله لك تليجرام بعد ذلك تقوم بالخطوات التالية بعد إدخالك للرمز سوف تقوم بالموافقة وبذلك تكون قد قمت باستبدال الرقم القديم بالرقم الجديد دون فقدان البيانات الخاصة بك الآن السؤال المطروح ماذا يحدث عند تغيير الرقم القديم بالرقم الجديد حتى بعد استبدال الرقم القديم برقم جديد لن تفقد إمكانية الوصول إلى الدردشات والمجموعات والقلوات وجهات الاتصال القديم الخاص بك سواء كانت محضورة أو غيرها ستظل أيضا بالنسبة للمحضورين ستظل أيضا محضورا في حسابات الأشخاص الذين على حسابك على تليجرام سيظل المستخدمون الذين حضرتهم على قائمه بحضارك لن تشهد أي تغيير في سلتك الداتية أو اسم المستخدم وحتى صورة العرض على الخدم قائمة على الحساب والذي يحتفظ بالنسخة الاحتياطة كاملة للمعلومات الشخصية عبر التليجرام وكذلك يحتوي التطبيق الخاص بك في عدة أجهزة فستتم مزامنة الرقم الذي على التليجرام بخلاف ذلك إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب تم تغيير تلقائيا وسيتم عرضه في تلك الأجهزة إلى هنا نكون قد قمنا بتغيير الرقم وكذلك شرح جمعة من التفاصيل المتعلقة بهذا الأخير أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد ننعجبكم لا تنسوا دائما دعمنا بالنقل على زر لايك للفيديو وليشترك في القناة شكرا لكم على المتابعة إلى حلقة قادمة بحول الله نشكركم للمشاهدة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والتعليق اشتركوا في القناة